بعد كل ده سوكونا هيتهزم من جهاز ايبود بتشوف ان سوكونا مشلول ومش قادر يتحرك ويوتا هيدرب عليه ضربة الارجواني يعني مصير سوكونا على المحك خلاص فصل جديد 263 من جوريتسو كايسين هو فصل 13 صفحة ولكن مليان احداث وواضح كده ان في حاجات جديدة وغريبة عمالة تحصل اهمها هو ان سوكونا دلوقتي متسبت ومش عارف يتحرك وكوجو هيهزمه بضربة الارجواني فخلونا نشوف الفصل مع بعضه ولكن في الاول ما تسوش تصل على النبي طبعا ويلا نبدأ على طول بنكمل نفس احداث الفصل اللي فات وبنشوف ريكا وهي مسكة يوتا وعادة بطايا المهم بنكمل بقى القتال ما بين يوتا وسوكونا وبنشوف ان سوكونا كان هيهجم على يوتا كده ويوتا بيمسكه وبيقلبه وبيعمل شوية حركات والراوي بيقول لنا ان القتال ده هينتهي في ثلاث دقايق بس سوكونا بيقع على الارض ويوتا بيديله راكلة قوي وبنشوف ان يوتا بيكلم نفسه وبنعرف ان هو مش بيقدر يستعمل حاجة غير اللانهائية بتاعت كوجو بس وكمان بيلاحظ ان فيه ايد مقطوع من سوكونا فكده بيقول انه مش هيقدر يستخدم تقنية تقطيع العالم ومفكر ان سوكونا مش هيقدر يقاوم اللانهائية غير باستخدام تطخيم المجال فبتشوف بقى ان يوتا بيضرب سوكونا كده وسوكونا بيرد عليه وبيضربه ضربات جامدة برضه ويوتا بيكلم نفسه وبيقول انا عرفت ليه فعلا انت محتاج الست عين عشان تتقن اللانهائي لانه الغاية دلوقتي هو مش قادر يتقنها فعلا وفي اللحظة دي بيفتكر كوجو ساعة ما كان بيقول لا بأس انا الاقوى فيوتا بيقول في نفسه قد ايه فعلا حاجة قوية جدا انك تقول حاجة زي كده بكل ثقة فهو بعد اللي بيحصل له وبعد مواجهته لسوكونا ادرك فعلا انك تقول جملة زي كده بثقة شيء صعب ومستحيل جدا لانه مش قادر يعمل حاجة قدام سوكونا سوكونا بيكلم نفسه وبيقول شكله كده مش عارف يتقن اي تقنية من التقنيات دي وبيقول ليوتا هل انت فكر انك عندك وقت عشان تسرح دلوقتي وفي نفس اللحظات دي برضه بيفتكر حاجة معينة سوكونا بيفتكر اللي قالهولو كينجاكو عن تقنية يوتا بيقول على الارجح التقنية دي بتحتاج انك تاكل جسم شخص معين او على الاقل جزء من الجسم ده فهنا سوكونا بيسأل سؤال مهم هل فعلا يوتا يقدر يستخدم التقنيات المنسوخة دلوقتي وبيفتكر ريكا وبيقول هي مجدش معاها مع الاستبدال صح وفعلا ريكا مجدش معاها فكده سوكونا بيعرف ان يوتا ما يقدرش يستعمل تقنياته اللي كان سخة قبل كده كل اللي يقدر يستعمله هي المتلس او اللا نهائية بتاعت كوجو بس عشان هو بدل الاقسام ولكن سوكونا بيكلم نفسه وبيفكر انه ممكن يكون يوتا فعلا فاكر تقنية الارجواني بتاعت كوجو وفي اللحظة دي بنرجع لفلاشباك وبتشوف فيها كوجو كان بيكلم يوتا وبيقوله ان الطاقة المرهونة بتاعتك اي كلام خالص ماكي كانت حسى انه كوجو قاسي عليه شوية البندا بيقول حقيقة انك انت الوحيد اللي كوجو قاسي معاك ده شيء مؤسف شوية المهم يوتا بيبدأ بشحن تقنية الارجواني ولكن سوكونا عارة طول بيمسك ايديه وبيضربه وبيخليه يبعد وفي اللحظة دي سوكونا بيقلب جد جدا وتحسه بيخاف شوية وبيقول انا مش هسيب اي فرصة ليوتا انه هو يستخدم الارجواني وفي اللحظة دي يوتا بيستخدم تقنية الارجواني وبشكل مفاجئ وحاجة غير متوقعة ابدا وانا بشوف الماجا نوعا ما حسيت ان ايه اللي بيحصل ده بنشوف جهاز تسجيل او اللي هو ايبود او مشغل اغاني او ايا يكن بيظهر مرة واحدة كده وبيقرب من ودان سوكونا بتشوف ان فيه تسجيل بيشتغل مرة واحدة التسجيل ده بيقول don't move او لا تتحرك وطبعا اللي قال الجملة دي في التسجيل هو انوماكي وبهذه اللحظة دي سوكونا بيتثبت ومش قادر يتحرك خالص وفي اللحظة دي بلقطة فخمة ورهيبة جدا بتشوف ان يوتا خلاص شحن تقنية ال purple او الرجوان فالهو خلاص مفيش اي حاجة تانية ممكن تحصل تمنع ان الضربة دي ما توصلش لسكنة هما الاتنين لوحديهم في تصادم المجالات وسكنة مشلول بسبب تقنية اينوماكي فالهو هيتضرب يعني هيتضرب منها طبعا ما اعتقدش ان سكنة خلاص دي هتكون نهايته ولكن ممكن ان الضربة دي تأثر وتخلي الاحداث تقلب تماما فالهو في الفصل ده عرفنا حاجات كتير عرفنا ان ليكا ملايش دعو اللي بيحصل وهي بس مرتبطة بجسم يوتا الحقيقي عرفنا برضو ان يوتا مش هيقدر يستخدم تقنيات اللي نسخها وإلا كان يستخدم تقنية اينوماكي اللي هو اوريدي نسخها وده يفصل لنا يا جماعة ان في الفصول القديمة شفنا ان يوتا كان طلب اصلا من اينوماكي انه ييجي ويسعد المفوض ما يطلبش منه لانه اوريدي تقنية هو نسخها ولكن كده بنتأكد ان جي جي محضر لكل اللي بيحصل ده من زمان جدا ومش بيقلف ولا بيعمل حاجات جديدة فصل رهيب وكلف هانجر فعلا خرافي جدا مصير سكنة بقى صعب لان اللي هيحصل بعد الموقف ده ممكن يحدد مصير سكنة بجد فاولوا لنا كل اراكم ونظياتكم في الكومنتات عشان ممكن ننقشها في فيديو جاي ان شاء الله لو عجبكو الفيديو وانتسوش اللايك شير سبسكرايب الكنام ده بيفرق جدا خليكم مشتركين معنا عشان يوصل لك كل جديد عن جوجيتسو كايسن شكرا ليكو وكان معاكو نردلانر